طيب ده يخليني ارجع الى معاهدة السلام بين مصر واسرائيل والتي عرفت باسم معاهدة كامب ديفيد معاهدة كامب ديفيد دي اولاد كان لها اطار وملحق اطار وملحق طيب الاطار العام بتاعها فيما يخص الطرفين مصر واسرائيل تبوي الملحق بتاعها ما يخص القضية الفلسطيني يعني انور السادات قعد على ترابيسة المفاوضات وهو يضع ملف القضية الفلسطينية تحت باطل لينهي القضية الفلسطينية على اسس ما هي الاسس بتاعة انور السادات النهاردة الفلسطينيين بيبقوا بدل الدموع دم العرب كلهم والمسلمين كلهم وبلا استثناء النهاردة بيبقوا بدل الدموع دم لانهم لم يستطيعوا ان يصلوا الى عبقرية وزكاء ونظرتي واحدا من اعظم قادة الاسلام واعظم قادة العرب في التاريخ لان اللي بيحصل النهاردة بيخليه هو ميت شو بقى ربنا بيخليه هو ميت من اعظم قادة العرب في تاريخهم بيخلي انور السادات من اعظم قادة العرب في تاريخهم لم يكن اهمهم يعني ليه لانه جلس على ترابيزة المفاوضات في كامب ديفيد مع كارتر وبيجين ومعه ملف القضاة الفلسطينية عمل بيه ملحق يعني معاهدة محدش يكلمني في معاهدة كامب ديفيد لان انا اريها بقى من ساسها الراص ده انا كنت بتحكم في البرلمان بيها قال له فقعات ده انا كنت واخدها قد كنا معايا وانا رايح مبحقاهم معايا في البرلمان قلت لهم معارض السلامة ايه اللي بتقول لنا انا معلش اي حاج المهم الشيء دي القضي ده اكواس انهم عاملوا فيها كده والله انا بشكره الف شكر انهم عاملوا فيها كده بناء على اصل الام انور السادات عمل ايه عمل ملحق ما هو الملحق بقى هناك كلام انور السادات قال لك انا لهفتي ولا هقول كلام انا هحط قواعد لازل ملحق عجباكم عجبك يا عم بيجن عجبك يا عم كارتر ولا مش عجبك قالوا له ايه يا انور يا السادات قال لهم قرارات الامم المتحد الاساس في انهاء الصراع العربي الاسرائيلي والصراع الفلسطيني الاسرائيلي هو القرار رقم متين اتنين واربعين الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة ولم يواجهه حق الفيتو يعني ما فيش دولة اعترضت عليه بما فيها امريكا كمان طيب القرار رقم متين اتنين واربعين الصادر من الامم المتحدة يا عم توفيق عشان هتطلع فاصل بسرعة قولهولنا بيقول ايه في كلمة واحدة بيقول عودة اسرائيل الى حدود ما قبل الف تسعمية سبعة وستين ده انور السادات وكان قاعد بيجن بيقوله تمام يا ريس حاضر يا ريس وكان قاعد كارتر بيقوله عندك حق يا سادات انت بتتكلم مظبوط يا سادات قلتم ولا فيك الجرفات ترماها في الارض ولا الزاقيتة اللي انا لبسها ولا سيبكوا وامشي ولا اعمل فيكوا ايه على ما تفهمهم مش انتو المصريين لا العرب كلهم والفلسطينيين على رأسه رفضوا ما جاء به السادات لكي لا يحصل اليوم على رب ما جاء به السادات اطلع فاصل وارجع التاني بدأ انار السادات وحطب وحط الاطار العام والقواعد الاساسية والرئيسية والبنود الرئيسية اللي هيتم التفاوض عليها ما بين الفلسطينيين واسرائيل الاطار العام كان قرار الامم المتحدة رقم 242 ان تعود اسرائيل الى ما قبل حدود 67 جميل جميل جدا واتفق مع الاسرائيليين ان الحوار بينهم وبين الفلسطينيين هيكون على القضايا اللي هي ذات اختلاف زي قضية اللاجئين اللي هما لسه لغاية دلوقتي شافين يحلوه ايه المهم ياسر عرفات رفض والفلسطينيين رفضوا ونزلوا الشوارع يهتفوا باسم الرئيس جمال عبد الناصر مهم مش عايز اتكلم عشان اصف في ساعة الكلام كده ما بيجيبش اللي بيشوفه الحلقة فبيشلوه انا مش عايز كلام يتشغل لان الكلام اللي انا بقوله ده حلو جدا من وجه تنظر الناس تفهمه وتسمعه وتتذكره لان هيتم المتاجرة به من خلال جماعات اخوان الشيطان ومن خلال من يدعونا الوطنية وينتهجونا المناهج اليسارية والافشخانات والافلمانات اللي بيشتغلوا عليها واللي بدأت قناة الجزيرة من النهاردة تشتغل عليها او من مبارح من يوم الاربع بعد صلاة الدهر قناة الجزيرة بعد ما طلعت الصفقة القرن اعلان عنها ترامب كانت شغالة زي الالف اسمعوا الكلام اللي بقوله شغالة زي الالف لا تفعل شيء غير انها بتقول اخبار لغاية يوم الاربع الساعة 12 الدهر جات لها التعليمات بايه بان هي يعني تعمل ان هي شب هرفضة للموضوع طيب هما بقى هيعملوا ايه هيستخدموها ده لسه مش هيتطضح دلوقت اذا ان التعليمات اللي اتخدها قناة الجزيرة مش تعليمات من قطر بس ليست تعليمات قطرية وانما هي تعليمات دولية اللي بقى لك من دي اه يعني المتحكم في قناة الجزيرة ليست قطر وحدها وانما من تعمل لحسابه قطر عشان تبس الامور واضحة مهم الرئيس انور السادات قال للياسر عرفات تيجي وهنا جنبنا هناو في فندق المينهاوس في فندق المينهاوس واعلام واعلام جميع الدول العربية مرفوعة بما فيها علم فلسطين وكرسي رئيس البعثة الفلسطينية ياسر عرفاء بالعالم الصغير اللي قدام باسمه بكل حاجة محطوط على طولة المفاوضات اللي فيها كان بطراف اربعة السادات بيجين كارتر ياسر عرفاء ام صدام حسين قال للياسر عرفات ايه لو رحت هضربك بالنار لان هما كانوا سمال مع بعض في اتحاد طلاب العرب اتحاد الطلاب العرب اللي كان في مصر شفت بقى الكلام ومنع صدام حسين ياسر عرفاء انه ييجي وصدام حسين وحافظ الاسد عملوا جبهة اسمها جبهة الصمود والتصد رفضوا فيها معاهدة السلام ورفضوا ما جاء به انور السادات الذي كان يضم اسمع بقى التئيلة اسمع التئيلة الذي كان يضم انسحاب القوات الاسرائيلية من هضبة الجولان انسحابا كاملا وتحريرها زي سينة بالضبط طب فين هضبة الجولان النهاردة موجودة في صفقة القارن اعلن عنها ترامب انها ملك خالص لاسرائيل وانها ضمن حدود الدولة اليهودية يا بشار اخبارك ايه الله يرحم والدك يا عبد الله يدي له الصحة الله يرحم ويديك الصحة انت حملك تئيل يلا ربنا يعني يلطف بيك اه هذه هي كامب ديفيد وهذا هو امر السادات وهذه هي مصر هي مصر مصر العرب مصر العرب لم واضح ولابد الذي لا يعلم هذا الامر من الاخوة العرب النهاردة وما زال لا يعلمه وما زال لا يريد ان يعلمه فهو من العرب اللي هيئل عددهم اه المستقبل معروف بعد اعلان صفقة القرن كده معناه ان كل كلمة توفيق عكاشة قالها حرفيا مصبوطة والذي لم ينفذ منها سيتم تنفيذه بالحرب كلام مواضح